اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يعتبر الزئبق الاحمر غالي الثمن لندرته وصعوبة استخراجه علميا ان الزئبق الاحمر يتم استخراجه من الذهب وذلك من خلال تعريض الذهب الخام الى الاشعاع وبالاضافة الى انه يتم استخراجه من باطن الارض ويخرج من فوهة البراكين بعد ثورانها ولكن الكميات المستخرجة منه هي كميات ضئيلة جدا قد لا تتعدى هذه الكمية الميلي جرامات وزئبق الاحمر يقسم الى نوعين نوع زئبق احمر طبيعي ونوع اخر يتم تحضيره صناعيا وهو الزئبق الاحمر الكيميائي الزئبق الاحمر الطبيعي هو عبارة عن مواد عضوية وانسجة حيوية اما النوع الكيميائي فهو يصنع من مواد طبيعية مثل الذهب بعد تعريضه للاشعاع لفترة معينة حيث ان كثافته تساوي 23 جرام وتعد هذه الكثافة اعلى من كثافة اليورانيوم من المزاعم لاستخدام الزئبق الاحمر انه يدخل في صناعة القنابل الاندماجية ويستعمل كمفجر بدائيا مدلا من الوقود الانشطاري ومن مؤيدي هذا الزعم الفيزيائي هو ساموائيل كوهين والذي قام باختراع القنبلة النيترونية في فترة التسعينات يقال ان الزئبق الاحمر يعمل على تسهيل عمل تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية من اجل استخدامه في الاغراض العسكرية بدون ان يحتاجوا الى اجهزة الطرد المركزي والتي تسهل عملية تعاقبها دوليا لمنع انتشار اسلحة الدمار النووية يشير البعض الى ان الزئبق الاحمر ليس من الاسماء الحقيقية بل هو اسم شيفرة تشير هذه الشيفرة الى البلوتونيوم واليورانيوم او قد يكون للليثيوم سيكس وهو عبارة عن مادة تتعلق بالزئبق يميل لونها الى الاحمر وذلك بسبب بعض المواد الزئبقية العالقة بها تستخدم في الاسلحة الاندماجية وبحسب الصحيفة الروسية برافدا في عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين قدمت بان الزئبق الاحمر يستخدم للطلاء من اجل الاختفاء من الرادار بالاضافة الى استخدامها في صناعة الرؤوس الحربية التي توجه ذاتيا في العام الفين وتسعة في المملكة العربية السعودية روجت اشاعات حول احتواء مكينات الخياطة نوع الصنجر على الزئبق الاحمر مما ادى الى تهافط بعض الناس الى شراء هذه المكينات من هذا النوع باسعار عالية حيث قيل بان استخدام الزئبق الاحمر يستخدم في انتاج الطاقة النووية وطلق استخراج الذهب ومن اجل اكتشاف مواقع الكنوز ولكن تبين ان كل ذلك كان ترويج من عصابات النصب والاحتيال ويقال ان الزئبق الاحمر يدخل في الكثير من اعمال تحنيط للموميات المصرية في العصر القديم من الناحية العلمية يبدو انه لا يوجد ما يسمى بالزئبق الاحمر وقد تكون كلها مزاعم فقط لترويج امر ما او صناعات معينة على انها زئبق انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر